أعزائي طلبة الصف السابع أرحب بكم اليوم في درس جديد ومعكم الأستاذ معين رفيق المشرف التربوي في مديرية جنين وعنوان درسنا هو عبد الله بن حلافة السهمي وسأسعى بالتعاون معكم إلى تحقيق الأهداف الآتية تفسير معاني المفردات والتركيب الجديدة في النص تلخيص أهم الأحداث الواردة في النص استنتاج الفكرة العامة في النص استنتاج أهم القيم الواردة شرح الصور الفنية وأستأذنكم في البداية أن نبدأ بتصليط الضوء على حياة بطلي القصة وهما عبد الله بن حذافة السهمي وهو بطل القصة أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين بعثوا إلى ملوك الأعاجم برسائل تدعوهم إلى الإسلام وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج مع جيش المسلمين لمحاربة الروم في بلاد الشام وأسر عندهم توفي سنة ثلاث وثلاثين للهجرة عمر بن الخطاب الملقب بالفاروق هو ثاني الخلفاء الراشدين ومن كبار علماء الصحابة وأحد أشهر الأشخاص والقادة في التاريخ الإسلامي ومن أكثرهم تأثيرا ونفوذا وهو من العشرة المبشرين بالجنة توفي سنة ثلاث وعشرين للهجرة وما رأيكم الآن أن نشرع في قراءة هذه القصة المؤثرة ونحللها تحليلا أدبيا وافرا هيا بنا في خلافة عمر بن الخطاب في السنة التاسعة عشرة للهجرة بعث عمر جيشا لحرب الروم فيه عبد الله بن حذافة السهمي وكان كيصر عظيم الروم قد تناهت إليه أخبار جند المسلمين وما يتحلون به من صدق الإيمان ورسوخ العقيدة واسترخاص النفس في سبيل الله ورسوله فأمر رجاله إذا ظفروا بأسير من أسرى المسلمين أن يأتوه به حيا وشاء الله أن يقع البطل أسيرا في أيدي الروم فحملوه إلى ملكهم وقالوا له إن هذا من أصحاب محمد السابقين إلى دينه قد وقع أسيرا في أيدينا فأتيناك به ما معاني الكلمات تناهت إليه ظفروا به أحسنتم تناهت إليه بلغت سمعه ظفروا به أي تمكنوا منه وردت في الفكرة السابقة كلمة بمعنى يتصفون به استخرجها جميل هي كلمة يتحلون به لماذا بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجيش في السنة التاسعة عشرة للهجرة نعم صحيح لمحاربة الروم ما المعلومات التي وصلت قيصر الروم عن جند المسلمين أنهم يتحلون بصدق الإيمان ورسوخ العقيدة واسترخاص النفس في سبيل الله ورسوله بما أمر القيصر رجاله إذا ظفروا بأسير من المسلمين نعم أحسنتم أمرهم أن يأتوا به حيا ما دلالة التعبير فحملوه إلى ملكهم نعم يدل على أخذه قصرا وبالقوة وضح جمال التصوير في عبارة استرخاص النفس في سبيل الله ورسوله جميل شبهت تضحية بالنفس في سبيل الله بالبضاعة الثمينة وأنها ترخص في سبيل ما هو أثمن منها ونكمل عزائي كراءة القصة نظر ملك الروم إلى عبد الله طويلا ثم بادره قائلا إني أعرض عليك أمرا قال وما هو أعرض عليك أن تترك دينك فإن فعلت خليت سبيلك وأكرمت مثواك فقال عبد الله في حزم وأنفة وثبات هيهات إن الموت لأحب إلي ألف مرة مما تدعونني إليه ما معنى الكلمتين أنفة هيهات أحسنتم أنفة عزة وحمية هيهات اسم فعل ماض بمعنى بعد ما التراكيب في الفكرة السابقة التي تشبه ما ورد في قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وفي قوله سبحانه أيضا أكرمي مثواه أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا نعم أحسنتم فخلوا سبيلهم يشابهها خليت سبيلك أي أطلقت سراحك أكرمي مثواه يشابهها في الفكرة وأكرمت مثواك أي أنزلتك منزلا كريما ما الأمر الذي عرضه كيصر الروم على عبد الله وبما أغراه نعم عرض عليه أن يترك دينه وأغراه بإطلاق سراحه وبإكرامه بما رد عبد الله على عرض كيصر جميل رد عليه بقوله بكل ثقة وعزة هيهات إن الموت لا أحب إلي ألف مرة مما تدعونني إليه فرق في المعنى بين الكلمات التي تحتها خطوط عرض عليه ترك دينه فرفض العرض أبحر الصياد في عرض البحر يقاتل الفلسطينيون لاحتلال الصهيوني دفاعاً عن العرض نعم عرض عليه أي طلب عرض البحر وسط البحر العرض الشرف ونستمر في قراءة هذه القصة الشيقة فقال قيصر إني لأراك رجلاً شهماً فإن أجبتني إلى ما أعرضه عليك أشركتك في أمري وقاسمتك سلطاني فتبسم الأسير المكبل بكيوده وقال والله لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما ملكته العرب على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين ما فعلت فقال كيصر إذن أقتلك قال أنت وما تريد ثم أمر به فصلب فلم يتراجع عن موقفه كيد أنملة ثم دعا بقدر عظيمة فصب فيها الزيت ورفعت على النار حتى غلت ثم دعا بأسيرين من أسر المسلمين فأمر بأحدهما أن يلقى فيها فألقي ثم التفت إلى عبد الله ودعاه إلى ترك دينه من جديد فكان أشد إباء ما معاني الكلمات طرفة عين كيد أنملة إباء نعم طرفة عين لمحة وتدل على السرعة كيد أنملة مقدار طرف الإصبع إباء رفض وظف التركيب كيد أنملة في جملة مفيدة من إنشائك جميل لم يتحرك الأسير كيد أنملة عن رأيه أي بقي ثابتا ما الذي عرضه قيصر على عبد الله مرة أخرى نعم أن يشركه في أمره ويتقاسم سلطانه إذا وافق على عرضه السابق وهو ترك الإسلام ماذا نسمي الأسلوب في الجملة الآتية فإن أجبتني إلى ما أعرضه عليك أشركتك في أمري نعم هو أسلوب شرط وأداة الشرط إن وفعله أجبتني وجوابه أشركتك بما هدد قيصر عبد الله إذا لم يستجب له هدده بالقتل طبعا ما دلالة قول عبد الله لقيصر بعد أن هدده بالقتل أنت وما تريد صحيح يدل قوله على عدم اكتراثه بالتهديد وأنه غير خائف من القتل ماذا كانت ردة فعل عبد الله بعد أن ألقي بأسير من أسر المسلمين أمامه في قدر الزيت المغلي نعم كان أشد إباء من قبل ورفض ما دعاه إليه القيصر من جديد من ترك دينه أعرب ما تحته خط في الجملة الآتية ثم دعا بأسيرين من أسر المسلمين نعم أحسنتم الباء حرف جر أسيرين اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء لأنه مثنى ونكمل قراءة القصة فلما يأس منه أمر به أن يلقى في القدر التي ألقي فيها صاحبه فلما ذهب به دمعت عيناه فقال رجال قيصر لملكهم إنه قد بكى فظن أنه خاف وجزع وقال ردوه إلي فلما مثل بين يديه عرض عليه ترك دينه من جديد فرفض العرض فقال ويحك فما الذي أبكاك إذن قال أبكاني أني كنت في نفسي تلقى الآن في هذه القدر فتذهب نفسك وقد كنت أشتهي أن يكون لي بعدد ما في جسدي من شعر أنفاس تلقى كلها في هذه القدر في سبيل الله ما معاني الكلمات جزعة ويحك نعم أحسنتم جزعة قلقة ويحك كلمة زجر ما دلالة التعبير فلما يأس منه نعم يدل على فقدان القيصر الأمل في تغيير موقف عبد الله رغم ما استخدمه ضده من أساليب ترغيب وترهيب بما أمر قيصر بعد يأسه من ثني عبد الله عن دينه نعم أمر بأن يلقى في القدر التي ألقي فيها صاحبه ما التهديدات التي أطلقها قيصر لعبد الله القتل والصلب وأمر أن يلقى في قدر من الزيت المغلي لماذا ظن قيصر أن عبد الله خاف وجزع نعم لأن عينيه قد دمعتا فظن القيصر أنه يبكي خوفا ما الذي أبكى عبد الله بن حذافة السهمي أبكاه أنه يريد بعدد ما في جسده من شعر أنفاسا تلقى كلها في هذه القدر في سبيل الله ونكمل قراءة الفكرة الأخيرة فقال الطاغية كيصر هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك فقال له عبد الله وعن جميع أسر المسلمين أيضا قال وعن جميع أسر المسلمين ثم دنى منه وقبل رأسه فخلى عنه وعن جميع أسر المسلمين وعندما قدم عبد الله على عمر بن الخطاب وأخبره خبره سر به الفاروق أعظم السرور ولما نظر إلى الأسر قال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأ بذلك ثم قام وقبل رأسه ما معاني الكلمات الطاغية أخلي عنك نعم الطاغية شديد الظلم أخلي عنك أتركك وشأنك أفك أسرك ما العرض الذي قبله عبد الله ولماذا قبله نعم قبل أن يقبل رأس الكيصر وقبل هذا العرض لأنه في مقابل أن يطلق صراحة أسر المسلمين ما الكون المشهور الذي قاله الفاروق بعد عودة عبد الله وأسر المسلمين إلى ديارهم سالمين نعم نعم حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأ بذلك ثم قام وقبل رأسه لقص في نقاط أهم أحداث القصة نعم رغبة الكيصر في اختبار صلابة الجنود المسلمين وإيمانهم عرض القيصر على عبد الله أن يفك أسره مقابل ترك دينه يأس القيصر من النجاح في ثني عبد الله عن دينه رغم أساليب الترغيب والترهيب التي استخدمها ضده قبول عبد الله تقبيل رأس القيصر مقابل الإفراج عنه عن جميع أسر المسلمين تقبيل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأس عبد الله تقديرا لما فعله وتقبيل الأسر له ما الدروس المستفادة من هذه القصة عزاء الطلبة؟ نعم هناك الكثير من الدروس التضحية في سبيل الله والوطن حسن التصرف والفطنة في المواقف الحرجة الثبات على الدين والمبادئ الجرأة وعدم الخوف نوازن بين معاملة الأسرى في الإسلام والأسرى عند غير المسلمين نعم صحيح يتعامل المسلمون مع الأسرى بما يرد الله تعالى التزاما بتعاليم الإسلام وأوامر نبينا محمد عليه السلام بينما عند غير المسلمين يذيكون الأسرى شتى ألوان العذاب اللفظي والجسدي وربما يصل التعذيب إلى حد الموت ما الفكرة العامة في النص؟ أحسنتم أعزاء الطلبة ضرب أروع الأمثلة في قوة الإيمان ومواجهة الطغيان من قبل الصحابي الجليل عبد الله بن حذافة يستخدم الاحتلال الصهيوني ألوانا من العذاب بحق الأسرى والأسيرات في سجونه نوضح ذلك نعم صحيح قتل وعذاب وحرمان من رؤية الأهل والحقوق الأساسية وعزل في الزنازين الانفرادية وترهيب وذل وقمع وأهانة لفظية وجسدية دون أي اعتبار للإنسانية نكتب عزيز الطالب مفردات وتعابير وردت في النص وتنتمي إلى حقل الصمود وأخرى تنتمي إلى حقل المصطلحات الحربية التي تنتمي إلى حقل الصمود حزم أنف ثبات أشد إباء فرفض لم يتراجع أما المصطلحات الحربية جيشا حرب جند ظفر أسرى الموت نكتب جمع كل مفرد من المفردات الآتية الواردة في النص القدر جسد سبيل طاغية العقيدة القدر جمعها القدور جسد أجساد سبيل سبل طاغية نعم أحسنتم طغى وطواغ العقيدة العقائد على ما تعود الضمائر التي تحتها خطوط في الكلمات الآتية في النص فيه إليه فحملوه هو فيها فيه عبد الله بن حذافة الضمير الهاء يعود على الجيش قد تناهت إليه الضمير الهاء يعود على قيصر فحملوه إلى ملكهم الضمير الهاء يعود على عبد الله قال وما هو الضمير المنفصل هو يعود على أمر فصب فيها الزيت الضمير الهاء يعود على القدر نستخرج من النص مثالا لكل من الأساليب الآتية أسلوب توكيد نعم إني لأراك رجلا شهما إنه قد بكى أسلوب نفي فلم يتراجع أسلوب استفهام وما هو فما الذي أبكاك إذن أسلوب قسم والله لو أعطيتني أسلوب شرط فإن فعلت خليت سبيلك والآن نصل معكم إلى المهمة التعليمية وأتوقع منكم أعزاء الطلبة وقد عرفتم هذا البطل المجاهد أن تكونوا قادرين على الإجابة عن السؤال الآتي كيف نتصرف لو كنا مكان عبد الله بن حذافة السهمي إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم وإلى أن نلتقي بكم من جديد في درس مفيد أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر